يقول تاجر سوداني كنت أعمل في التجارة مع صديق السعودي سعود في مدينتنا بريدة وذات يوم ذهبت لصلاة الجمعة في الجامع الكبير كعادتي فقال الإمام الصلاة على الجنازة وتسألنا من المتوفي فإذا هي الصدمة إنه صديق العمر سعود صدمت بشدة وصلينا الجنازة على حبيبي وصديقي عمري رحمة الله عليه وبعد شهور من الحادث بدأت أصفي حسابات مادية مع أبناء سعود وورثته وكنت أعلم أن سعود رحمه الله عليه دين بمبلغ 300 ألف ريال سعودي لأحد التجار فطلب مني التاجر أن أذهب معه للشهادة بخصوص الدين عند أبناء سعود وحيث إن الدين لم يكن مثبتا بشكل واضح لأنه تم عبر عدة صفقات لم يتضح لأبناء سعود هل والدهم سدد ثمن الصفقات أم لا ورفض أبناء سعود التسديد ما لم يكن هناك أوراق ثابتة تثبت أن والدهم لم يسدد المبلغ ولأن العلاقة بيننا نحن التجار تحكمها الثقة لم يوثق ذلك التاجر مراحل التسديد بوضوح ولم تقبل شهادتي وصارحني ابن سعود قائلا لم يترك لنا والدي سوى 600 ألف ريال فهل نسدد الدين الذي لم يهتم صاحبه بإثباته ونبقى بلا مال دارت بي الدنيا وتخيلت صديقي سعود معلقا في قبره مرهونا بدينه كيف أتركك وأتخلى عنك يا صديق الطفولة ويا شريك التجارة وبعد يومين لم أنم فيهما وكنت كلما أغمضت عيني بدت لي ابتسامة سعود الطيبة وكأنه ينتظر مني مساعدة فعرضت محل التجاري بما فيه من مضائع للتقبيل والبيع وجمعت كلما أملك وكان المبلغ 450 ألف ريال فسددت دين سعود وبعد أسبوعين جاءني التاجر الدائن لسعود وأعاد لي مبلغ 100 ألف ريال إنه تنازل عنها عندما عرف أني بعت بضاعتي ومحلي من أجل تزديد دين صديقي المتوفي وقال التاجر الدائن ذكر قصتي لمجموعة من تجار بريدة فاتصل بي أحدهم وأعطاني محلين كان قد حولهما لمخزن وذلك لأعود لتجارتي من جديد وأقسم لي أن لا أدفع ولا ريال واحد وما إن استلمت المحلين ونظفتهم إلا وسيارة كبيرة محملة بالبضائع نزل منها شاب صغير في الثانوية وقال هذه البضائع من والد التاجر فلان يقول لك عندما تبيعها تسدد لنا نصف قيمتها فقط والنصف الباقي هدية لك أشخاص لا أعرفهم بدأوا بمساعدتي من كل مكان وانتعشت تجارتي أضعاف ما كانت قبل تلك الحادثة ونحن الآن في رمضان عام 1436 هجريا والحمد لله لقد أخرجت زكاة مالي ثلاثة ملايين ريال تعليق أولاده فلذات كبده لم يكترثوا بسداد دين والدهم طبعا في الميراث والصديق الذي كان بمثابة الأخ المخلص ضحى بباب رزقه حتى لا يحبس صديقه في قبره ويعذب بسبب دينه هذه الصحبة الطيبة والأخوة الصادقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قصة حقيقية وقعت في أمريكا لشاب سعودي ملتزم يقول عندما كان يدرس في إحدى جامعات أمريكا وتعرفون أن التعليم هناك مختلط بين الشباب والفتيات وكان لا يكلم الفتيات ولا يطلب شيئا منهن ولا يلتفت إليهن عند تحدثهن وقد سارت الأمور على هذا الوضع إلى أن وصل إلى المرحلة النهائية فجاءه الدكتور وقال له أعرف وأحترم رغبتك في عدم الاختلاط بالفتيات ولكن هناك شيء لا بد منه وعليك التكيف معه الفترة المقبلة وهو بحث التخرج لأنكم ستنقسمون إلى مجموعات مختلطة لتكتبوا البحث الخاص بكم وسيكون من ضمن مجموعتكم فتاة أمريكية لم يجد الشاب بدا من الموافقة واستمرت لقاءات بينهم في الكلية على طاولة واحدة فكان لا ينظر إلى الفتاة وإن تكلمت كلمها دون النظر إليها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وإذا ناولته أي ورقة أخذها منها ولا ينظر إليها صبرت الفتاة مدة على هذا الوضع وفي يوم هبت وقامت بسبه وسب العرب أجمعين وأنهم لا يحترمون النساء ولستم حضاريين بل أنكم منحطين وتركها الشاب حتى انتهت وهدأت ثورتها ثم قال لها لو كان عندك قطعة من الألماس الغالية ألا تضعينها في قطعة من القطيفة بعناية وحرص ثم تضعينها داخل الخزانة وتحفظينها بعيدا عن الأعين فقالت نعم فقال لها الشاب كذلك المرأة عندنا فهي غالية ولا تكشف إلا على زوجها لا علاقات جنسية قبل الزواج ولا صداقات فلا يجوز للمرأة أن تنظر لغير زوجها وكذلك الزوج أما عندكم هنا فإن المرأة مثل سجارة الحشيش يأخذ منها الإنسان نفسا أو نفسين ثم يمررها إلى صديقه وصديقه يمررها إلى الآخر ثم إلى آخر وهكذا حتى تنتهي ثم يرمى بها بين الأرجل وتداس ثم يبحث عن أخرى بعد هذا النقاش انقطعت الفتاة الأمريكية عن المجموعة لمدة أسبوع أو أكثر وفي يوم جاءت فتاة متحجبة فتعجب الشاب لأنه لم تكن معهم طوال الدراسة في الجامعة أي فتاة محجبة وعند انتهاء المادة تحدثت الفتاة معهم فكانت المفاجأة إنها الفتاة الأمريكية وإذا بها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقد دخلت في الإسلام لأنها وحسب قولها هزتها الكلمات التي خرجت من الشاب أثناء الحديث المتوتر بينهما فلله الحمد والشكر والمنة فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى داخل القطار المتجه من القاهرة إلى أسوان وعلى أحد مقاعد الدرجة الأولى جلس رجل في الخمسين من عمره يرتدي الملابس الريفية وتبدو عليه علامات الوقار والاحترام وجلس بجانبه شاب في الثلاثين من عمره ثم جاء شاب وزوجته وكان يبدو عليهما أنهما حديث الزواج ليجلس بالكرسيين المواجهين للرجل الريفي والشاب وللأسف كانت الزوجة ترتدي بانطلونا قصيرا وبلوزة تكشف عن ذراعيها وصدرها فجأ الزوج بالشاب الذي يجلس بجانب الرجل الريفي يرتكز بكوع ذراعه على عظمة فخذه واضعا ذقنه على قبضة يده في مواجهة الزوجة التي تجلس بالكرسي المواجه له ونظرة عينه مثبتة نحوها تكاد تخترقها لقرب المسافة وبصورة مفاجئة وأثارت غضب زوجها الذي قال للشاب احترم نفسك وعيب ما تفعله ليتك تدير الكرسي وتجلس أفضل من هذه الجلسة هنا تدخل الرجل الريفي وقال للزوج الغاضب أنا لن أقول لك أنك الذي يجب أن يحترم نفسه أو أن العيب عليك أنت لأنك وافقت لزوجتك على ارتداء هذه الملابس لن أقول ذلك لأنك حر حتى ولو جعلتها تمشي بدون ملابس ما دمت تقبل هذا ولكني سأقول أنك جعلت زوجتك ترتدي هذه الملابس كي تصبح فرجة وننظر إليها وها نحن نشاهدها كما أردت فلماذا الغضب إذن؟ يا بني ما تقبلته أنت أن يكون مكشوفا من جسم زوجتك من حقنا كلنا أن نشاهده وما سترته من حقك أنت وحدك أن تراه وإن كنت غاضبا لأن هذا الشاب قرب رأسه بعض الشيء فسامح لأن نظره ربما كان ضعيفا وأراد أن يحسن مشاهدته يا بني عندما تتعرى الأشجار من ورقها أمام الملأ يكون مصيرها حطبا لنار توقد بالدنيا كذلك النساء إذا تعرت أمام الملأ فقد يكون مصيرهن حطب جهنم والأنوثة حياء قبل أن تكون أزياء وهنا لم ينطق الزوج وألجمت كلمات الرجل فما وحمر وجه زوجته خاصة بعدما تعالت أصوات الركاب إعجابا بالدرس الذي أعطاه الرجل الريفي للزوج الشاب ولم يملك الزوج إلا أن يقوم من مكانه ويأخذ زوجته ويغادر عربة القطار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم شاب من أسرة فقيرة عرف عنه الصلاح والتقوى يعمل مهندسا في وظيفة حكومية وقد تكفل بأمه وأخته بعد وفاة والده فوجئ بأخته التي تبلغ من العمر عشر سنوات تدخل البيت سعيدة وتخرج مبلغا كبيرا من مصحفها وتخبر أخاها بأن المعلمة المسؤولة عن تحفيظها القرآن بدار التحفيظ أعطتها المبلغ لأنها حافظت نصف القرآن أخذ شقيقها المبلغ وقال لأخته هذا مبلغ كبير وربما شعرت المعلمة بفقرنا وأرادت مجاملتنا ومساعدتنا بهذه الصدقة وسأذهب معك في الغد لمعرفة الحقيقة ذهب الشاب إلى دار التحفيظ وعلم من الإدارة أن هذه المعلمة حديثة التخرج من الجامعة وأنها آية في التقوى وتعمل متطوعة لأنها من أسرة غنية جدا وعندما التقى بها وجدها أيضا آية في الجمال وأقنعته أن أخته تستحق ما أخذت لذكائها وفهمها عاد الشاب إلى بيته وقد تعلق قلبه بالمعلمة الشابة وتمنى من الله لو تكون زوجة له فلطالما حلم بزوجة تقية مثلها وحتى لا يضيع الوقت أرسل الشاب أمه إلى المعلمة لتفاتحها في الموضوع وفوجئت الأم بالمعلمة تقول لها سأحدد لك موعدا مع أبي ذهب الشاب وأسرته لمنزل المعلمة ورغم رفض الأسرة الشاب لفقره إلا أن المعلمة أصرت على قبوله زوجا لها وأخبرت أسرتها بأنها ستصبر مع هذا الشاب التقي وذكرت الجميع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من يصبر يصبره الله ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله وما رزق العبد رزقا أوسع له من الصبر تم الزواج وتحملت الزوجة في سعادة صعوبة المعيشة وفي أحد الأيام ذهب الزوجان لأسرة زوجته ففوجئ الزوج بوالد زوجته يقول له اتق الله واشتري لزوجتك بعض الفول والجبن ولا تكثر عليها من اللحوم والفاكهة فقد ملت من ذلك تعجب الزوج من هذا الكلام ثم عرف من زوجته أنها كلما زارت أهلها وقدموا لها اللحوم والفاكهة أخبرتهم أن زوجها لا يحرمها من شيء وقد ملت هذا الطعام وتشتهي الجبن أو العتس والفول والحقيقة أنها لا تأكل في بيت زوجها غير ذلك بينما تأكل اللحوم ربما مرة في الشهر وعرف الزوج أن زوجته أرادت أن ترفعه عند أهلها فزاد حبه لها ودعا الله أن يوافقه ليسعدها وبعد مدة قصيرة رزق الزوجان بطفل جميل وقدم الزوج مشروعا من تصميمه كتب الله له النجاح وبتوفيق الله تحولت حياة الزوج من الفقر إلى الغناء وفي قمة سعادة الأسرة فوجئت الزوجة بإحدى صديقاتها تخبرها أن زوجها يتحدث بالساعات إلى فتاة اسمها خديجة حتى والدتها أخبرتها بذلك كلما زارهم فحزنت الزوجة كثيرا وفي أحد الأيام وأثناء جلوس الزوج بجانبها استأذنته وأخذت هاتفه تتصفحه ووجدت بالفعل اسم خديجة فجرت دم في عروقها وسألته بعصبية من خديجة هذه؟ ابتسم الزوج ولم يرد عليها وعندما زادت ثورتها قال لها اسأليها طلبت الزوجة الرقم فسمعت نغمة هاتفها يرن فنظرت فيه فإذا المتصل هو زوجها فنظرت إليه في دهشة وأعربت عن عدم فهمها وقالت له اسمي ليس خديجة فرد عليها وهو يمسح بيديه دمعات ترقرقت على خديها قائلا وصفاتك وحنانك واستيعابك وحبك لي وخوفك علي هذه صفات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أنت عائلتي وستري وغطائي ورفيقتي إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله لقد أردتك خديجة قبل أن أراك فأجابت وما زالت تبكي وسأكون كذلك إن شاء الله ما دمت برفقتي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون شاب من أسرة فقيرة يمتاز بأخلاق عالية قام عمه قبل أن يغادر البلاد إلى أوروبا بتربيته بعد وفاة والديه ولم يتركه إلا بعد تخرجه من كلية الهندسة واستطاع الشاب بذكائه القيام بتصميم حاسب آلي حديث يعمل بكفاءة عالية تفوق كل الأجهزة ولكنه حازن كثيرا عندما لم يهتم أحد في بلاده باختراعه وحتى يجد من ينفق على اختراعه ويصل لحيز التنفيذ اقترح عليه أحد أصدقائه بالتقدم لخطبة زميلة من أسرة ثرية كانت معهما في الجامعة أكانت دائما تحاول التقرب منه بينما كان لا يبادلها الإعجاب لعدم التزامها دينيا ففكر الشاب كثيرا ثم قرر التقدم لخطبة هذه الزميلة وأن يساعدها حتى تصبح ملتزمة ولا تهتم سوى بطاعة الله ذهب الشاب إلى أسرة الفتاة وأخبرهم بسبب مجيئه ففوجئ باستهزاء الفتاة به وبملابسه وعايرته بفقره وقالت له عندما يتم تعيينك فإن راتبك الذي ستحصل عليه لن يعادل مصروف اليومي كيف لك أن تفكر في الارتباط به نصيحة مني أعثر على فتاة فقيرة من مستواك ترتبط بها نزل رد الفتاة المغرورة على الشاب كالصائقة ولكنه تماسك وذكر لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله عز وجل فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير وبعد مغادرة البيت هداه الله أن يرسل إلى عمه تصميم الحاسب الذي قام به وقرر السعي والعمل لكي يصبح ناجحا تتقبله أي فتاة وبعد خمس سنوات وبينما كانت تسير الفتاة الثرية في مركز للتسوق تعثرت في طريقها بذلك الشاب وانتبه الفضول لمعرفة كيف حاله كما أنها أرادت أن تريه الثراء الذي تعيش به فاستوقفته قائلة يا هذا كيف حالك فنظر إليها بابتسامة باهتة ولم يرد فأكملت حديثها قائلة لقد تزوجت من رجل ذكي وناجح أتعرف كم راتب زوجي إنه يحصل شهريا على ثلاثة آلاف دولار وأنت على كم تحصل وجد الشاب أنها مزالت كما هي لم تتغير وبينما هما واقفان جاء زوجها وفوجئ برؤية الشاب معها ثم قال سيدي أنت هنا وأدار الزوج وجهه للفتاة قائلا أتعرفين يا زوجتي من هذا إنه رئيس في العمل يملك شركة رأس مالها ملايين الدولارات شعرت الفتاة بالصدمة ولم تستطع قول أي كلمة ثم فوجئت بالشاب يشير لعمه وابنته الجميلة المحجبة وابنها الصغير ثم قال للفتاة هذا عمي الذي كان ليك أبي تماما وهذه ابنته زوجتي وأم ابني والتي بفضل دعائها لي أصبحت كما ترين الأشياء تتغير والفقير لا يظل فقير إن سعى وتوكل على الله وأحسن الظن به وآخر نصيحة أنصحك بها هي ترك التعالي والكبر حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها تعود مصطفى على الغضب لأتفه الأسباب حتى بعدما تزوج ورزق بطفل جميل وكثيرا ما عاتبته زوجته وقارت له تمهل قليلا عند الغضب حتى لا تندم بعد ذلك على سوء تصرفك كما ذكرته أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله ولكنه كان يعيدها بكظم غيظه ولا يفي وفي أحد الأيام وبينما كان مصطفى يقوم بتركيب إطار لسيارته الجديدة باهظة الثمن إذا بابنه الصغير يلتقط حجرا حادا ويقوم بعمل خدوش بجانب السيارة بسرور كبير ولما انتبه مصطفى له فقد شعوره وأسرع وهو في قمة غضبه إلى ابنه يأخذ بيده ويضربه عليها عدة مرات ولم يشعر أن يده التي ضرب بها ولده كانت تمسك بآلة الرط الثقيلة التي كان يستخدمها في تركيب الإطار مما أدى إلى كسر أصابعه وفي المستشفى سأل الإبن أباه في براءه متى أستطيع أن أحرك أصابع مرة أخرى فتألم الأب غاية الألم وعاد مسرعا إلى السيارة وبدأ يركلها عدة مرات في غضب شديد حتى أصابه الإرهاق وجلس على الأرض متعبا ولما جلس على الأرض نظر إلى الخدوش التي أحدثها ابنه فوجده قد كتب بها أحبك يا أبي فحزن الأب كثيرا وقال في نفسه ودموعه تسيل والله لو كنت أعلم ما كتبت لكتبت بجانبها وأنا أحبك أكثر يا بني وبعد شفاء الإبن أصبح مصطفى لا يغضب مهما حدث وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين